كانت أيام غريبة قال لك نحمل الخير لمصر ده كان الإخوان حزب الحرية والعدالة إله إله يرجعهم بالمناسبة ده بس بخيني أرجع مش عارف يعني الكلام جاء بعضه كده سنة 2011 12 13 وصلن إلى 14 تعالى كده نفتكر مصر كان شكلها إيه لو حد ناسي يعني كان شكلها إيه قبل 2011 أو قبل 2014 مش فرقة كتير بالتأكيد حصل فروق ما يعني من 11 إلى 14 بسبب كل اللي جارة فالبلد تعبت حبتين زيادة يعني لكن هو قبل 2011 كانت البلد فيها إيه حقيقة والله ما هزار أنا عايزك تقعد تفتكر يعني إيه رأيك كانت في منظومة السكة الحديد والنقل تعبانة تعبانة بالمعنى الحارفي الكلمة تعبانة يعني حاجة تقرف الحقيقة يعني محدش يقدر ينكر ذلك يعني كان تقدر حضرتك تقدر تتباهب أنك هتخش من موسوعة جانس ريكوردز علشان خاطر عدد المطبط والتكسيرات والطرق التي لا تفضي إلى أي شيء أو أنك تتحول البلد لجراج كبير صح طب الصرف الصحي كان أخباره إيه في مصر قبل 2014 تعبان هل كان مسكين بقى استعييس طب مية الشرب قبل 2014 يعني منظومة مياه الشرب كانت عاملة إيه في مصر حاجة عكرة جدا يعني تمام قولي بقى وأخبار التصنيع كان عامل إزاي في مصر وزراعة الأمحة كان حاجمها عامل إزاي في مصر والتعديات على الأرض الزراعية كانت عاملة إزاي في مصر والسلب والنهب اللي كان بيمرسوا البعض أو بعض كثير مش هقولك الأغلبية كان أخباره إيه في مصر والسرق اللي كانت بتتعامل يا خبرة بيض ولا النصبات اللي كانت بتتعامل دي على المال العام إنك فجأة تكتشف إن المال العام المقاولة دي والشغلانة دي والمناقصة دي والمزايدة دي يستحوز عليها دايما واحد من نفس ذات المجموعة هي 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 ما بتتغيرش واستحوزات على مصانع تحصل استحوزات على أراضي بمئات الآلاف من الأفدنة تحصل ويبقى السعر في التراب عادي وهو كده وإن كان عجبكو أو الله ما ليه وإنت كنت فاكر الحكاية كانت ماشي حلوة يعني والناس هي دماغها ضربت في السماء من إيه من الحب باعوا السكر باع لأ كان إيه كان السعر الفاكر كان إيه يقولك غلوا السكر غلوا الزيت إحنا نبيع في عفش البيت ده كان قبل 2011 بالمناسبة لو حضرتك تتذكر مظبوط والناس اللي كانت بتتغذف طوابير نفسي أعرف والله العظيم كل يوم بسأل نفسي السؤال ده نفسي أعرف كانوا بيعملوا إيه في البلد لحد 2011 يعني كانوا قاعدين بيعملوا إيه إيه لما ما غيرتوش حاجة في الصحة ولا في التعليم ولا في الطرق ولا في السكة الحديد والنقل ولا في التوسع الأفقي العمراني ولا في الأرض الزراعية وسيبينها تتنهب ولا في التصنيع وفي التصدير معدلاتك أكتر من سيئة والشفافية أكتر من سيئة والمنافسة أكتر من يا رجل ده إحنا ترتبنا كان في قاع العالم تيجوا وتعمل لي وتقول لي الكلام ده بالمناسبة عشان حضرتك ما تترجموش غلط أنا بس بترجمه وإنت بتقعد تقرر إنك فبعض الأحوال كده تلاقي فيه مواطن يحب يفتي فيما لا يعلم سيبك من المواطن اللي عاوز دايما يجمل صورته يعني خليك في سيبك من ده خليك فيما يفتي فيما لا يعلم سيسي عمل إيه المصر تاني أرجوك عزيزي المواطن افتكر لي مصر كانت عاملة إزاي لحد 2011 أو افتكر هالي كانت عاملة إزاي لحد 2014 وحط المقارنات فيه مقارنات بتبقى سهلة كده أنا عايزك تجيب لي مثلا خريطة الطرق والكباري في مصر قبل 2014 وخريطة الطرق والكباري النهاردة وحط الاثنين جنب بعض سهلة يعني لو أنت ما تعرفش ابنك هتلاقيه أروبة دقرم هيعرف يعمل لك كده أو الله سهلة خالص جيب لي شكل المدن كده عامل إزاي قبل وبعد جيب لي كده وحضرتك هتلاقي الحاجات دي موجودة على البوابة بتاعت الحكومة المصرية جيب لي كده الشبكة بتاعت الصرف الصحي كان حجمها قد إيه وبقيت قد إيه مش هكلمك بس على الكفاء والجودة ده حتى ولو من باب الحاج ماغي نفس القصة في مية الشرب وهكذا طب اتساع الرقع الزراعية ولنا في ذلك حديث سوف يطول منظومة الصحة هم المصريين كانوا عارفين يتعالجوا قبل كده هو أنت عمرك سمعت عن اجتماع زي اللي حصل النهاردة اللي هو نقضي على التوابير عمرك سمعت عنه يعني عمرك سمعت عن اجتماع حصل قبل 2014 زي اجتماع النهاردة عايزين نعرف ها نازم نقضي على التوابير وقوام الانتظار والناس اللي بتتعالج ما ينفعش هتستنى وما إلى ذلك بتقول لي سيسي عمل إيه يا أخي ده أبسط حاجة خلص البلد دي من فيروس سي أبسط حاجة لو ما كانش فيه إنجاز للرئيس السيسي من 2014 ل2022 غير فيروس سي نقول له ألف ألف مليون شكر خدت بالك من الناس فندم وعالجتهم مش هقولك بقى المبادرة الأوسع 100 مليون صح لما كنا نقول ده فلان لسه في الطبور ولا فلان عاوزين له علاج علشان نعرف نحركه في الطبور دور ولا دورين ممكن تقعد في المباحثات شهور النهاردة لا الحاجة تتقال هب تلاقي على طول فيه استجابات هل الدنيا عندنا بقت بمبي 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 على رأي صلاح جهين وسعاد حسني لا مش بمبي 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 لكن لو قارنناها باللي كان موجود زمان ده بمبي ووردي وحاجة عظمة على عظمة على عظمة ترجمة نانسي قنقر